السلام عليكم في الدرس هنشرح. كاونتر este عددات بستخدامها عشان اعد من رقم لرقم او اعد ارقام عشوائية. في نوعين من الكونترز استخدام موضوعين لكلهم متوصلين بنفس لكن فيحقيات التحديد بيبقى بتاعة كل فليب فلو بيبقى معتمدة على اللى بتاع اللي قابليها. زي ما احنا موضحين هنا. هنا بناخد من الاوت السابق. لكن هنا كل ليهم نفس الكلوك. طيب. لو انا حابب اعد في تلات احتمالات ممكن تظهر لي. يا اما هبقى محتاج اعد من صفار لوحيد او من وحيد لصفار. بما انا نعد من زيرو لتلاتة. الزيرو ده عبارة عن زيرو زيرو بالبيناري. التلاتة عبارة عن واحد واحد. او العكس حابب اعد من تلاتة لزيرو. نفس الكلام. او حابب اعد مسلا من تلات صفار لتلات وحيد. يعني من سفر لسبعة. او من تلات وحيد تلات صفار يعني من سبعة لصفر. او حابب اعد من اربع صفار لاربع وحيد او من اربع وحيد لاربع صفار. المهم اول حالة ان انا هعد من صفار لوحيد او من وحيد لصفار. في الحالة دي باسمه هنوضح ازاي هنصلمه. الحالة التانية احنا يكون عندنا يعني هنعد مش من صفار لوحيد او مش من وحيد لصفار. بمعنى ان في الحالة قبل كده كان لازم كل صفار لكل لوحيد او كل وحيد لكل صفار هنا لأ ممكن يبقى من زير الون لون ون هنا مش كل صفار في الحالة دي مسلا زير وان 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 او من وان وان لزير وان وان هنا مش كل وحيد وكل صفار لان هنا في صفر واحد 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 يبقى في الحالة لما بيكونش الطرفين كلهم صفار او كلهم وحيد هيبقى عندنا هنوضح برضو ازاي هنصممه الحالة التالتة بيكون عندنا يعني بنعد ارقام عشوائي يعني مسلا سبعة بعدها خمسة بعدها تلاتة بعدها ستة بعدها واحد بعدها سبعة او اي ان كانت الارقام العشوية. في حالة او يبقى نستخدم سواء كان او في حالة انه عندنا يبقى نستخدم طبعا في الحالتين سواء او لو احنا حبيين نصمم اول حاجة لازم نحدد عدد اللي هنستخدمهم وعدد بيساوي اكبر عدد من البيتس لا اكبر رقم موجود انا حابب اعده يعني لو احنا حابين نعد من وان زيرو وان لون وان هنا اكبر رقم فيهم الرقم ده ده عبارة عن اربعة بيتس يبقى نستخدم اربعة طيب في حالة انا حابب اعد من وان وان لزيرو زيرو الرقمين دول عبارة عن تو بيتس يبقى استخدم طيب لو انا هعد مسلا من سبعة لتلاتة لصفر الواحد لسبعة اكبر رقم هو سبعة سبعة بالبيناري يعني تلاتة بيتس يبقى هستخدم تلاتة يبقى اول حاجة عشان تصامم متحدد عدد وهو بيساوي اكبر عدد من البيتس الاكبر رقم موجود عندك. طيب بعد ما بنحدد عدد لازم نحدد الارقام اللي احنا بننتقل ما بينها. عشان على اساسها هنحدد هلا نستخدم ولا ولا قلنا في حالة معناها نبعد من صفار لوحيد او من وحيد لصفار. من صفر لتلاتة يعني من 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 سفر السبع يعني من زيرو 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 من زيرو خمستاشر يعني من زيرو 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 لون وان وان في حالة من واحد تلاتين لصفر يعني وان 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 لخمسة زيروز. لو من خمستاشر لصفر يبقى اربع وحيد لاربعة صفار. من سبعة صفر يبقى تلاتة وحيد لتلات صفار. من تلاتة صفر يبقى من واحدين لصفرين. يبقى في حالة ان انا الارقام اللي بنتقل ما بينها مش كلها صفار او مش كلها وحيد يبانى انا هنتقل من ون لفور الوان ده عبارة عن زيرو ون مش كله صفار ولا كله وحيد. لو هنتقل من تلاتة لسبعة التلاتة عبارة عن ون زيرو يبقى مش كلها صفار ولا كلها وحيد. طب لو انا بقل لي مسلا من تلتاشر لستة. الستة دي عبارة عن ون ون زيرو يبقى برضو مش كلها صفار ولا كلها وحيد. لو هنتقل من سبعتاشر لاتنين برضو مش كلهم صفار ولا كلهم وحايد لو من تنتاشر لعشرة العشرة مسلا هي وان زيرو وان زيرو مش كلها صفار ولا كلها وحايد. يبقى في حالة ان انت كان عندك او هتستخدم لو بتنتقل ارقام منتظمة كلها كان من اول صفار لوحايد دي هيبقى هيبقى لكن لو مش بتبدأ من كل الصفار او مش بتبدأ لاخر وحايد برضو تستخدم لكن لو بتنتقل او بتستخدم ارقام عشوائية بتنتقل ما بينها يعني سبعة بعدها خمسة بعدها واحد بعدها تلاتة بعدها سفر بعدها سبعة او ان كان الرقام العشوائية يبقى تستخدم زاد يبقى احنا اول حاجة عشان نعمل هنحدد عدد اللي هي بتساوي عدد ده رقم واحد رقم اتنين بنشوف الارقام اللي بننتقل ما بينها في حالة ان هيكت كلها صفار لكلها وحايدة او كلها وحايدة كلها صفار يبقى هنستخدم وحنا قبل كده حددنا عدده لو كان يعني مش كل صفار لكل وحايد ده كان بشكل منتظم يعني من واحد لاربعة واحد ادنين تاتة اربعة منتظر سبعة تلاتة اربعة خمسة سبعة يبقى نفس الكلام نستخدم وابل كده حددنا عدد في حالة من القام عشوائية بقى نستخدم وحددنا قبل كده عددهم وزائد كنترول اللي هنشرح ازاي هنجيب المعادلة بتاعتهم يبقى في حالة اول حاجة جبنا عدد بتساوي عدد تاني حاجة عرفنا ان نستخدم تالت حاجة هنشوف هناخدها منين ما بين كل والتاني في حالة ان احنا كنا بنعلى بالالقام يعني من سفر لتلاتة من سفر لسبعة من سفر لخمستاشر الكلوك هتتاخد من الكيو فحالة انت كنت بتقل يعني من واحدة تلين لصفر من خمستاشر لصفر من سبعة لصفر من تلاتة لصفر هتاخد من الكيو بار وهنوضح بعد كده في نماذج طيب لو اكتشاف ان احنا شغالين في الحالة التانية اللي هي اول حاجة حددنا عدد تاني حاجة ريفنا ان احنا نستخدم عشان هو تالت حاجة هنشوف هناخدها منين لو كنا بنيعلى بالارقام يمكناخد من الكيو لو كنا بنقل بالارقام يمكناخد الكيو من الكيو بار والتالت حاجة هنستخدم ونشوف ازاي هنحدد والاوتبوت بتاع فلو احنا مثلا بنيتحرك بين رقمين زي ستة واتناشر اتناشر هستخدمها كايمатоت للنال والستة هستخدمها كاوتبوت للنال طيب ازاي? هاجينا عند اخر رقمي واوصلي اللي هو اتناشر هزود عليه واحد اللي هو تلاتاشر. وهحاوله البينر. الرقم البينر ده هعتبره لنند. فهعتبر الواحد دي كيو. الواحد كيو. الصفر كيو بار الواحد كيو. يبقى كيو كيو بار كيو. كلهم هيتوصلوا كايمبوت لنند. طيب هو طرف واحد. الطرف ده هنسميه ايه? وهنوضح ليه الطرف ده هنسميه ايه قدام? الطرف اللي هنسميه ايه ده? هنيجي نحول الستة لبينر اهلان هي زيرو وان وان زيرو. الزيرو ده هنخليه هو هو الايه? وهنوضح بعد كده ايه هو الايه ده? الحالة التالتة لو احنا كنا شغالين براندم كاونتر يعني بننتخل منه الرقم عشو ايه بقى هنستخدم دي فليب فلوب زائد كونترولر. يبقى احنا هنحدد عدد دي فليب فلوب من خلال عدد البيتس الاكبر رقم. وهنستخدم كونترولر. كونترولر عبارة عن هنوضح بعد كده نجيب معادلته. الكونترولر ده هيبقى الاوتبوت بتاعه متوصل بالدي بتاع كل الفليب فلوب. والامبوت بتاعه هيتوصل بالكيوز بتاعة الفليب فلوب اللي احنا حددنا عددهم من خلال اكبر رقم. بنشوف بتاعته بتتعبر عنها في الديه. ترجمة نانسي قنقر